نروح لموضوع تاني مهم جدا وهو نادي الزمالك بكرة آخر يوم للقيد يعني لازم الزمالك بكرة يفك القيد مشكلة فك القيد عشان ياخد الرخصة عشان يقدر يلعب في الكونفيدرالية يخلص المشاكل بتاعته من شوية لسه من شوية حقول لكم بقى آخر حاجة اتصالات جارية مع المسؤولين في نادي الزمالك مع خالد بطيب ومحامي خالد بطيب اتفقوا على حاجة وحدتنفس خلال الدقايق اللي جاية ايه بقى؟ الزمالك خالد بطيب ليه 2 مليون و200 ألف يورو 2 مليون و200 ألف يورو خالد بطيب عايزه من الزمالك دي مستحقاته اللي خد بيها حكم من المحكمة الرياضية الدولية الزمالك اتفق معاه انه هو يبعث له مليون يورو او مليون دولار مش عارف يورو او دولار مليون يورو المليون يورو دول اللي هيتبعتوا من نادي الزمالك هيكونوا من مستحقات نادي الزمالك في الاتحاد الافريقي هيكونوا من مستحقات ناديز انتواعفين الزمالك ليه مليون وسبعمائة ألف دولار في الاتحاد الأفريقي اللي هي الجزء المتبقي من مكافأة الكونفدرالية فالزمالك بعت الحساب بتاع خالد بطيب للاتحاد الأفريقي وكلم للاتحاد الأفريقي قال لهم ابعته للحساب ده اللي هو حساب البنكي يعني بتاع خالد بطيب المليون دولار دول حيتبقى الخالد بطيب مليون ومتين ألف دولار أو يورو مليون ومتين ألف المليون و 200 ألف دولي الزمالك هيجدولهم هيقصتهم على 6 شهور وقالوا لي المسؤولين في الزمالك من شوية أن خالد أبو طيب وافق أنه ياخد مليون دولار والمليون والمتين المتبقيين يجدولهم على 6 شهور إقصاد يعني كل شهر 200 ألف دولار المليون و 200 المتبقيين كل شهر 200 ألف على 6 شهور يبقى مليون و 200 ده لسه بيقولولي دلوقتي ان خالد أبو طيب وافق والزمالك كلم الاتحاد الأفريقي قال لهم حولوا 100 ألف دولار من مستحقات الزمالك عند الكاف لخالد بو طيب هيتبقى مليون ومتين لخالد بو طيب هيخدهم على ست شهور كل شهر 200 ألف دولار أو يورو دي قصة خالد بو طيب ولازم القصة دي تتعاملة النهاردة أو بكرة عشان بكرة آخر يوم عشان الزمالك يحل مشكلة القد ويطلع له الرخصة بتاعت الكون فيدرالية ده لسه الكلام ده يعني ايه من شوية